ما بدى واقعية ما يقال من أن فتح باب ترشيح لمنصب رئيس الجمهورية لن يحسم ملف تمرير مرشح الرئاسة على الاعتبار أن المحكمة الاتحادية حددت عدد النواب بـ 220 نائباً لكي يمرر المرشح لا هذه حقيقة سعد أنت متابع جيد أولاً عقادة الجلسة يحتاج إلى ثلثين أما التصويت في الجولة الأولى نعم يحتاج إلى 220 ثلثين مجلس النواب لكن الجولة الثانية يحتاج إلى من هو يفوز من هو الذي يحصل على أصوات أعلى من مرشح الثاني يصبح رئيس الجمهورية أما 220 هذا حقيقة البعض يفسر هذه المواد الدستورية حتى يضغط على القوى السياسية الثلاثة يعني لا بد أن الحزب الديمقراطي يذهب أو يأتي الاتحاد الوطني أن يتفق ويتوافق لمنصب رئيس الجمهورية والتيار الصدري يذهب أو يأتي الإطار التنسيقي حتى يتفقون على رئيس الحكومة وكذلك يتقدم مع عزم هذه حقيقة ليس سياسة لأننا جربنا منذ 2005 إلى هذه اللحظة الحكومات التي تطالب بها بعض الشخصيات السياسية هي الحكومات التوافقية التي بها التخادم المتبادل بحيث اليوم كل جهة تتهم جهة أخرى بالسرقات والتجاوز على المال وعلى القانون وهذا المواطن حقيقة أربك ولا يعلم ولا يدرك ولا يعرف من الذي سرق العراق ومن الذي أوصل العراق إلى هذا التأخر عكس الدول المنطقة بالتالي اليوم ما تتعدل المسيرة وما يتعدل النهج ما لم تكون حكومة أغلبية أنا ليس مع التيار الصدري لا إذا الإطار التنسيقي استطاع أن يشكل حكومة أغلبية سنكون معه وأي كتلة سياسية مستقلة غير مستقلة بالتالي حتى تكون مسؤولة أمام الشعب في المرحلة المقبلة حتى يتم محاسبتها أو معاقبتها إذا فشلت ويتم تكريمها وأعطى أصواتنا لها إن نجحت وهذا على ما يبدو بعض الأطراف تتخوف من الذهاب إلى الحكومة والبعض تتخوف بالذهاب إلى المعارضة حتى لا تفتح ملفات السابقة فيها تجاوزات على المال شكرا